اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نبدأ ونضيفوا 250 غرام تاعة ماء نضيفوا 220 غرام تاعة السكر و لاباني انا استعملت 220 غرام تاعة السكر لخطراني رايحة نستعمل شوكولات بيضاء لتزيين و تعرفوا شوكولات بيضاء يعني حلوة بصح اذا انتو ما تديروهم غير بالمعجون ولا تديرو شوكولات سوداء ولا بالحليب تقدرو تديرو 250 غرام يعني قد لاماقاغين قد السكر ضيفوا زوج حبات بيض و سافار بيضاء و خلطوا تاني تغير شوية قبل ما تضيفوا الفارينة لا يسعب لي كل واحد كيفش يحبهم انا راني رايحة نفهمكم بسرعة وش اللي يدير الفرق وفي فيديو واحد اخر ان شاء الله نتعمقوا كتر في الشرح اذا تحبوهم شوية يابسين ديرو البيض كامل يعني سافار و بايض و اذا تحبوهم طريين شوية نقصوا البيض و عوضوه بالصافات اذا تحبوهم مرملين نقصوا شوية على الزبدة و زيدوا الزيت و اذا تحبوهم طريين و يتفتتوا و تقوشي غريبية زيدوا الميزينم على فاغين مثلا في هاد الكمية ديرو مغير فاحت زوج مغارف كبار تعل الميزينم انا هنا درت غير مغير فاوحدة وجو طريين كامم لخاطر ما نحبهم ش بزاف طريين كما قلت لكم نشرح لكم بسرعة و ان شاء الله نديرو فيديو اخر غير على ليسابلي و نتعمقوا اكتر انا اطميت العجينة و اخليتها شوية طريية اخليوها شوية ترتاح في الفخي جيدر باش تشت الزبدة روحها لخاطرها سخانة و باش جي سهلتين باش تحلوها قسمت العجينة هكذا على زوج باش نجبت بالوحدة نخدم بها غطوها من فوق و من الاحسن حطوها في الفخي جيدر كما ترميش الزيت هذيك و تولي كامل من شقوقها من فوق دايمن عاونو روحكم بالورق تاع الطهي با في كويسون و لا ساشي و لا في الماليمنتر باش تسهلو الامور روحكم و باش متزيدوش تانية الفارينا حليتها رقيقة و راني رايحة نستعمل هاد الامورت بياس هنا العبات راهي بردة مليح و خرجت لي كتر من ثلاثين حبة انا نخدمه مايا كلوس كيفية ما نقدش نعطي لكم لنمبر ايجزاك ما تخرج لكم كمية مليحة و طيبتهم في الفرن يكون سخون على مية وستين و مية و سبعين دراجة و شعلت لهم من فوق و من تحت موسيقى خليتهم يبردوا تماما و انبعدت لهم معجون الفارولة و حطيتهم ثانية يبردوا باش المعجون يشد روحو هكذا كيديرو شوكولة لا تتعود الحبة و تقعد لعب في يدكم مالوغ منها الأحسن خليوا حتى المعجون يشد روحو دوب شوكولة بيضة في الميكرواند و كل ثلاثين ثانية نجبضها و نخلطها باش ما تتحرقش و اضطت لها شوكولة نوعية جيدة و تبرية كما شفتوا من قبل اني قلت لكم باللي ديرو حوالي مغرفة صغيرة لكل مية غرام بتاع شوكولة و اذا كانت شوكولة نوعية جيدة و تبرية يما المشي مشروط تزيدوا الزيت خضروا تستغنوا عليه زيت البيستاشا مرحي و بديت نغطس الحبات ديالي انا هداك المعجون خليته شدروح و مليح باش نسهل العملية روحي زيت البيستاشا مرحي اعطاها شوية لون و تانيت باش هداك الكبش ميقعدش واحده من فوق درنالو تقوشي شوية مكلا باش ياكلها هادية بعد ما كملنا نحباتنا كامل خليناهم نشوفوا و نبدأوا لديكو هنا نريلكم كيفاش نستعمل هاد المول و كيفاش يكونوا هكذا ديالي صغار يكونوا 2-3 كولر استعملوا ان كوردان و لحاجة رقيقة تديروا هكذا ديالي راني سبقت و شاركت معاكم هاد المول العمل اللي فات في العيد الكبير شيتو من الي اكس بخيس و حوست باش نحط لكم رابط تاعو صبت اللي اشيت عندهم خلاص لهم تسكفيدوك ان نحوص عليه كنصيب كما هو ان شاء الله راني نحط لكم الرابط ديالو باش تلقاوه المرة الجاي لابل هاد الاختراع سيتخوه تاع باش تشروي الحق لكم ما كم تعرفوه الي اكس بخيس يطولو شيف لاليف غيزان وهذا هو الشكل النهائي و دكة نوري لكم الحبة مقسومة كما شفتو ساهل اقتصادي و يخرج كمية مليحة انا درت كباش و درت لهم شوية ماكلة من فوق انتو ما تقدرو تحطو وردة كما اللي درتها في الوسط تخرج مليحة مع شوكولة بيضاء و مخلطة بالبيستاش هكذا فكرة اللي ما عندهم شاهد لي مول وهكذا نكون وصلنا لاخر الفيديو و انا نقول لكم عيد مبارك تعيدوا بصحة ولهنا ان شاء الله و نعطي لكم موعد مرة كل اسبوع لوصفات اخرى ما تنسوش تشتركوا اذا كنتوا جدد و انا مبقى لغير نقول لكم دمتم في رعاية الله وسلام